خير يا فاروق وتفضل قولنا ايه الجزيدة عندك واغبار الفريق قبل الدخول للمعسكر المغلق كل التحية لك زميلي محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة تقناة الناد الاهلي في كل مكان من هنا من استاد مختار لاتيتش وقبل انطلاق قمران للناد الاهلي وزي ما انت قلت تديه بالأخير للناد الاهلي قبل الدخول في معسكر استعدادة لمواجهة فريق إسترني كامباني في مباراة مهمة طبعا في مشوار للناد الاهلي اللي خليني اكد عليه ان مستر ريكاردو سواريش في هذه الاثناء بيعقد محاضرة مع اللعبين يعني انطلقت المحاضرة منذ 25 ديه مستر ريكاردو سواريش بيعقد محاضرة فنية مع اللعبين طبعا بالفيديو بيعرض اهم النقاط القوة والضعف في فريق استرني كامباني وبيحذر من خطورة فريق استرني كامباني اللي بلعب على امل الهروب من الهبوط والدوافع اللي لدى فريق شريال الدخان أو استرني كامباني بقادة الكابتن علاء عبدالعيل تفرق طبعا مستر ريكاردو سواريش على مجموعة من اللقاءات الأخيرة لفريق استرني كامباني وتكلم معهم في اهم العناصر الموجودة في هذا الفريق طبعا انت عارف محمد في ظل تلاحم المباريات النادي الاهلي بيطوي سريعا صفحة مباراة مصر المقاصة بعدها ب72 ساعة خلاص انت بتستعد لمواجهة استرني كامباني مباراة طبعا مهمة جدا في مشوار للنادي الاهلي خليني برضو ان انا عايز اطمنك على كتير جدا من الامور او خاصة به للعيبة اللي لمصابين يا محمد يعني قبل ما نتطرق لهذا الامر انت لو حابب تتكلم في اي نقطة خاصة به للنواحي التجيزية او التحضرية الهذه المباراة انا موجود معك يا محمد لا اتفضل يا فاروق اشرح لنا الاخبار عندك قايمة المصابين الفترة الجاية ممكن مين يرجع الفترة اللي جاية هل مستمرين بنفس المعدل نفس المجموعة اللي موجودة من قطاع الناشئين الفترة الجاية هل في تصعيد للاعبين اخرين هل اللعيبة اللي خادت اجازة وراحة بدأوا مران تأهيل الفترة جاية انا عايز اتطمن منك عن كل الاخبار اللي انت شايفها في مقر النادي في الجزيرة يعني خلينا اخدو النقطة الاخيرة محمد اللي انت يعني اثرتها في النقطة اللي لانها نقطة في غاية الامية كانت محور حديث او كلام مع الدكتور احمد ابو عبلا بخصوص اللعيبة اللي حصلت على راحة الدكتور احمد ابو عبلا طبعا وهي الجهاز اللي طب للنادي متابع مع اللعبين اللي حاصلين على راحة طبعا لبرنامج او برامج التدريبية وتأهيلية بتابعها مع اللعبين وطبعا بيتابع الاحمال يعني الدكتور احمد ابو عبلا قال لي احنا بنتابع الاحمال الخاصة باللعبين الحاصلين على راحة طبعا مش عايزين يكون في زيادة في الاحمال كل لقب متحدد الحمل التدريب بتاعه يكون ازاي طبعا احنا يعني قال لي نحاول نفرغ اللعيبة من الضغط البدني والضغط الزيني لكن متابعين هذا الأمر مع اللعبين الحاصلين على الأجازة أيضاً محمد نتطمن على اللعيبة مش يبقى فيه عناصر تانية من قطاع النشئين خلال الفترة القادمة أو المباراة الغد طبعاً بعد انضمام آخر لعب رأفة خليل لعب متخب مصر للشباب وفريق النادر أهلي موليد 2003 كان آخر اللعبين طبعاً اللي انضموا ليه التدريبات الفريق الأول طبعاً مروراً باللعبين اللي كلنا شفناهم محمد أشرف أحمد سيد عبد النبي ميدو نبيل حمد حمدي ونصير ومجموعة اللعبين اللي شفناها في الفريق النادر لفترة الأخيرة طبعاً مع زياد طارق وأيضاً موجود حمز علاء موجود مصطفى مخلوب بيبقى موجودة هؤلاء اللعبين مش يبقى فيه إضافة من العناصر الموجودة من قطاع النشئين في الفترة الأخيرة عايزة أطمنك أيضاً يا محمد على حالة المصابين ونقدر نستعرضهم خلينا أقولك إن الخلاص حسين الشحات وطار محمد طار بدأوا المرحلة الجارية حول الملعب والدكتور رحمد أبو عبد قال لي من أسبوع لعشر تيام هيكونوا موجودين في التدريبات الجماعية خلينا أقولك النهاردة أحمد نبيل كوكا هيشارك في التدريبات الجماعية لجزء في التدريب أو المران اليوم أحمد عبدالقادر شارك في المران أمس واحد من العيبة اللي أصبح جاهز من الناحية الطبية للفريق النادي القلي موجود النهاردة في المران هيشارك بالكامل أيضاً أكرم توفيق هيشارك في المران بالكامل وأصبح يعني أكرم توفيق واحد من الإضافات المهمة جداً لفريق اللي النادي قال لي أعايز أطمنك أيضاً على عمار حمدي والمراحل الأخيرة الموضوعة لعمار حمدي في البرنامج التأهيل الموضوع لعمار حمدي بيتابع الدكتور أحمد أبو عبدالقالي خلاص إحنا في المراحل الأخيرة طبعاً هيكون في زيارة للدكتور اللي أجرى العملية الجراحية لعمار لتحديد موعد التحاق وطبعاً بالتدريبات الجامعية خلاص إحنا في المرحلة الأخيرة أعايز أطمنك أيضاً على محمد شريف وعمر السلية دكتور أحمد أبو عبدالقالي طبعاً البرنامج التأهيلي الموضوع للعبين محمد شريف وعمر السلية ثلاث أسابيع بالضبط يا محمد يكون محمد شريف وعمر السلية هينضموا للتدريبات الجامعية للنادي الأهلي تقدر تقول يا محمد أنه دي كانت كل التفاصيل الخاصة باللعيبة المصابين الأقرب العودة للأهلي في الفترة القادمة أقرب اللعبين اللي يكونوا موجودين خلال أسبوع خلال عشر تيام طبعاً هو طاهر محمد طاهر طبعاً وإن شاء الله طبعاً يكون معه حسين الشحات يبدأ النادي الأهلي يستعيد اللعيبة اتباعاً خلال المباراة القادمة بإذن الله طيب أقرم توفية فاروق وانت قد انفردت معنا بالخبر ده من حوالي شهر وقلت أقرم بإذن الله يعني هيدخل التدريبات الجامعية تدعم مسلاً من عشرين سبعة ندلوقات داخلين في عشرين تمانية وبالتالي بقاله شهر في التدريبات الجامعية وأنا عارف أن أقرم بقاله فترة عايز ينزل ويلعب مطشاط رسمية عندك خبر أو عندك معلومة جديدة ممكن نشوف أقرم بقي خمس مطشاط والأهلي يختتم مصابة الدوري ممكن يكون متواجد في إمتى المباراة الأخيرة القبل الأخيرة جمهور نفسه يشوف أقرم في المطشاط اللي جاية في إمتى يا فاروق لو عندك معلومة مؤكدة خلينا يا محمد أقولك أن بالفعل أقرم توفيق عايز يعني ينزل للملعب النهاردة قبل بكرة يا محمد أقرم توفيق واحد من العيبة اللي عنده الحماس عنده الغيرة نفسه يكون موجود في الملعب النهاردة ويسابق الوقت والزمن أقرم توفيق يعني الكلام من الدكتور رحمد أبو عبلا طبيا أقرم توفيق جاهز للمباراة النادي الآلي مش عايز جاذب فيه في مباراة يبقى فيها الحماس أكتر أو فيها توافع أكتر لكن خلينا أكد لك إن شاء الله محمد عقب العودة إن شاء الله من مباراة الإسماعيلي إن شاء الله من الأسكندرية أقرم توفيق يكون جاهز للمشاركة في المباراة أعتقد بالنسبة كبيرة جدا هيكون موجود فيه قائمة النادي الآلي إن شاء الله يعني عقب مباراة الإسماعيلي بإذن الله بإذن الله زي مننا العزيز فروه صلاح بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ودائما جدا لما نحب نسمع الأخبار الجديدة في الفترة الجاية بنسمع من خلال زملائنا المرسلين وبالتأكيد فروه أكد لنا إن شاء الله في الإسبوع الأخير من 8 يعني الإسبوع الثلاثة والثلاثين أو الثلاثة والثلاثين ممكن نشوف أكرم توفيق المباراة الرسمية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف تريند الأهلي وإيه اللي تكتب على الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة